السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم ايدا كاترة عاملين ايه؟ يارب يارب دايما تكونوا بخير عايزة بس ابدأ بحاجة صغيرة انا عايزة اصيح لشان خاطر المحاضرة بعد ما تسجلت تلع مفيش صوت قصوا قلت فيها كل حاجة حرفيا قلت فيها كل حاجة وتأكدت الدكتور واهم الحاجة اللي بيسأل فيها ومش عارفة ايه وقعدت بقى ايه يلا الحمد لله لعله خير والله لعله خير سواني بقى نظف كل ده انا قلت بس عرفكوا سواني بقى نظف كل دوت ونرجح ايه؟ نكمل سوا جيت لكم نكمل كلامنا بقى تمام؟ دلوقتي المحاضرة دي علشان خاطر افهمها لازم العناوين الكتير اللي فيها اعرف هي ماشية ازاي تمام؟ علشان خاطر بس بما نتلغبطش وكله يدخل في بعضه زي ما كله دخل في بعضه معي وانا بذكر تمام؟ تمام ان شاء الله دلوقتي كنترو كده نبدأ ناخد الجزئية دي تمام؟ وبعد كده نرجع لحاجه ايه تانية المهم ناخدهم واحدة واحد دلوقتي انا ببدأ بايه؟ بيقولك ان السوفرفيشال فانجل سكين انفكشن بتتقسم الحاجتين اما انفكشن كوزد بايدرموفايت درماتوفايتس ايه الفرق؟ يعني ايه درماتوفايتس ويعني ايه يستس؟ اول فرق بين الدرماتوفايتس واليستس نوعهم يعني مثلا نوع الفطر ذات نفسه مش احنا كنا واخدين فيه فطر وحيد الخلايا وفيه فطر متعدد الخلايا تمام؟ لأه درماتوفايت بقى مثال الفطر المالتي ثليولر تمام؟ ولأيه لكن اليست فطر الخميرة كان من الفطر اليوني سليولر تمام؟ يبقى ايه او الفرق؟ ان الدرماتوفايتس س مالتي ثليولر فانجي لكن اليست ساني سليولر فانجي تمام؟ ايه الذي بعد كده؟ فورمد اوف فيلمنتز فيلمنتز ازاي فيلمنتز الخلايا بتاع الدرميتوفايتز تبقى عاملة كده تمام تبدأ تترس جنب بعضها كده كل ما بتترس اهي بدأت تعمل لي حاجة زي ايه زي خيط كده تمام الخيط ده انا مش هفضل مسميها فيلمنتز هسميه ايه هايفي انترو بروديوز باي سبورس سبورس يعني جراسي يعني ايه بقى الكلام ده بيقول ان الدرميتوفايتز دي عبارة عن فطر متعدد الخلايا تمام بيتكون من خيوط الخيوط دي احنا بنسميها هايفي الفطر ده بيرو بروديوز باي ايه بيتكاثر بالجراسي تمام ده المست امبور اه سواني النقطة دي نقولها بعدين طيب اليستس ار يوني سولير تمام لكن اليست يوني سولير فانجواي فانجواي فطر زو ايه خلية واحدة تمام وحيد الخلية ذات رو بروديوز باي بادينج بيتكاثر بالايه بالتبار عم تمام تمام يبقى ايه الفرق ايه الفرق هنا مالتي سولير فانجواي لكن هنا بقول يوني سولير فانجواي تمام هنا بقول بيتكون بيتكون يعني من فيلمنت سول ده هاي في تمام رو بروديوز باي بيرل سبورز لكن هنا رو بروديوز باي بادينج تمام برضو ما ننساش حاجة مهمة قوي ان الدرماتوفيت دي تتقسم سبيشز تحته تمام تلات عائلات مايكرو سبورام ترايكوفايتون وإبيديرموفايتون تمام تمام التلات عائلات دول الدكتور قال احفظوا أساميهم هناخد بعد كده دلوقتي تحت كده أمراض الأمراض دي مش هيجي يسأل كل مرض ليه علاقة بأن يسبيش فيهم تمام لكن المهم ان احنا نعرف التلات أسامي ده تمام تلات أسامي عائلات دول لكن مش هيسأل بعد كده في كل مرض هو تبع مين فيهم حلو مايكروس بورام واحدة سبورام واثنين فيتون ترايكوفايتون وإبيديرموفايتون مايكروس بورام ترايكوفايتون إبيديرموفايتون معلش انا طولت شوية بس عشان خطر نبقى فاهمين بعد كده بعد كده بقى الدرماتوفايتس دي هتعمل أمراض ويه اليستس هتعمل أمراض هنشوفها طيب دلوقتي اليستة هي والدرماتوفايتس جنبها ماشي؟ نبدأ بمين؟ الدرماتوفايتس الدرماتوفايتس تعمل حاجة اسمها الدرماتوفايتوسز طيب درماتوفايتوسز دي مرض اسمه مرض الإيه؟ مرض التينيا تينيا واسكوت؟ لا ما ينفعش تينيا واسكوت لأن التينيا منه أنواع على حسب المكان اللي بتيجي فيه على حسب ما بسميها تمام؟ تينيا الدرماتوفايتوس عملت مرض اسمه إيه؟ تينيا تينيا إيه؟ ما هو مش تينيا بس تينيا كابيتس يبقى جاد في الراس تينيا سيرسيناتا سيرسيناتا دي لقيه علاقة بشكل المرض بيظهر على الجسم ازاي؟ السيرسيناتا يعني دايرة تمام؟ فلمرض يعني هيظهر في شكل دايرة وديه الحاجة المختلفة فيهم في التسميق لكن رجاءوا بعد كده سموها إيه؟ تينيا كوربورس تينيا كوربورس يعني ترانك يبقى أول حاجة تينيا كبيتيس تاني حاجة تينيا كوربورس تالت حاجة تينيا كورورس تينيا كورورس يعني منطقة الجروين بعد كده تانية منطقة الفوت بعد كده تانية اللي هي منطقة الدوافر اسمها ايه دي الدوافر والفوتس اللي حوالينا الدوافر لها اسم ايه اونيكو تمام تاني الدرماتوفايتوس الدرماتوفايتوس بتعمل مرض اسمه ايه اسمه التينيا على حسب هو فين تينيا كابيتس تيجي في الراس تينيا سيرسناتا تينيا سيرسناتا دي على حسب شكل المرض او بمعنى صاحب تيجي فين في الترانك يبقى تسمها تينيا كوربوريز هي السيرسناتا تمام ثانيا كروريس ثانيا كروريس بتيجي في مطقة الكروين هنشوف كل دافس دي واربع بعد كده وهنوضحه أكتر بس دي علشان خطر نبقى فاهمين الدنيا ماشية زي نانا دلوقتي مثلا على سبيل المثال هاخد التانيا اخد التانيا كابيتس وامجاية مثلا اقول ان التانيا كابيتس دي مش تانيا كابيتس واحدة لا التانيا كابيتس كذا مرض بيجو في السكالب تمام زي السكالي رينجورم زي البلاك دوت رينجورم زي الكيريون زي الفيفوس تمام يبقى انا الاول ابقى فاهم درماتوفايتوزوس اتقسمت لايه تانيا 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 سميت كل تانيا على حسب المكان اللي هي فيه التانيا كابيتس بتيجي في في السكال بكذا شكل يئما سكالي رينجورم بتبقى مقشرة سكالي يعني شور يعني بلاك دوت يئما بتظهر كأنها منقطة اسود هنفهم كل ده سدي بس احنا بنفسر اسامي يئما كيريون كيريون دي حاجة شبه الابسس كده تمام يئما ايه فيفوس تمام هنعرف فوردو يعني ايه طيب عرفنا تقسيمة الدرماتوفايتس ماشية ازاي بنقسم لتنيات وممكن والتانيا كابيتس تحتها كذا واحدة تمام تمام بعد كده اليست تقول طب وانا وانتي ايه وانا مش هعمل حاجة ولا ايه لا ده انت هتعمل كتير هتعمل ايه اليست عشان ما ننساش هي وحيدة الخلية صح فتر وحيد الخلية فيتدايق ان هو وحيد الخلية بصوا الدرماتوفايتس عاملة كم مرض عاملة كذا كذا تينية 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 فتقوم جاية اليستس غيرانة منها وعملة تينية هي كمان تمام عاملة ايه عاملة تينية هي كمان بس تينية فيرزي كالر تينية متعددة الالوان هو وحيد الخلية ومتغاز انه وحيد الخلية تمام فقام جاية عاملة مرض بس ننجا مرض متعدد الالوان يزهر بكذا لون بيحاول يعوض انه هو وحيد الخلية بيحاول يعوض انه هو عمل تينية واحدة في حين ان الدرماتوفايتس عمل كم تينية عمل اكتر من تينية عمل حوالي خمسة خمس تينيات ماشي ماشي اسمها ايه اصلا اسمها بترييزيس فيرزي كالر اسمها بترييزيس فيرزي كالر لا طب ليه قلنا تينية ليها اسم تاني تينية فيرزي كالر علشان خاطر الدكتور قالي ان انا ممكن اجيب مثلا ام سي كيو اقول لكم كلهم مثلا بتسببهم الدرماتوفايتس اكسبت ابقى عارف ان التينية ابقى عارف ان التينية فيرزي كالر مالهاش علاقة التانية فيرزي كالر ايه مالهاش علاقة التانية فيرزي كالر حاول تعودا انها وحيدة الخلية في انها تزهر بايه متعددة الالوان طيب اليستس بتعمل ايه تاني بتعمل كاندييزيس تمام او لها اسم تاني ايه مونيلييزيس تمام بمين بالكندي ده الكاندي ده بيعمل كاندييزيس او ليه اسم تاني مونيلييزيس طيب كاندييزيس ده منه نوع لا منه تلاتة بسميهم على حسب ايه على حسب الاماكن اللي جات فيها جات في الماوث هسميها اورال تمام جات في الجلد في الاسكن هسميها كوتينيوس جات في منطقة الجينيتاليا هسميها جينيتال مش مستهلة تمام اورال كوتينيوس جينيتال نرجع نبسط عليهم بسطة كده من بعيد فانجل سكين انفكشن درماتوفايطولزز التنيات على حسب المكان تنيا كابيتس تنيا كوروروس تنيا كروروس تنيا بيتس تنيا انجوينب تمام التنيا كابيتست سكاليرنجورم بلاك دوترنجورم كيريوم فيفوس تمام بالنسبة لليستس تعمل ايه بتعمل بتريازيس فيرزيكالر او الاسم تاني تينيا فيرزيكالر تمام بتعمل كاندييزيس كاندييزيس حسب هي موجودة فين بتتسمى كوتينياسكندييزيس جينيتال كانديدييزيس نكمل نبدأ بقى الدرميتوفايتوزيس اول حاجة قلنا انها مين تينيا كابيتس قلنا انها الاول قبل ما نبدأ بالانواع بتاعتها بيقول انها بتحصل في الاطفال وبتختفي في البيو بيرتي ودي حاجة مهمة اوي طيب ايه كمان اللي سكالي بتظهر في اول شكل اللي سكالي رينجورم يعني ايه الدكتور قال بصتل الصورة وطلع منها الصفات بتاعتها ابصتل الصورة كده ايه مميز في الصورة دي انا شايف حتة قرعة سوري هي حتة قرعة فعلا بس مدورة تمام راوند بولد باتش تمام ممكن تكون سنجل او ممكن تكون مالتيبول على حسب راوند بولد باتش انزا سكالب تمام بكوفردوز بتتغطى بفاين جريش وايت سكيلز تتغطى بايه بقشور اللونها جري شوية او بيضى شوية تمام تمام بيقول ان انا ممكن اما شوف الشكل ده اقول ان هو سورييزيس سبوريك ديرماتايتس اسكالي رينجورم ممكن اقول انه اتوبك ديرماتايتس على حسب مثلا كل مرض في دول كل مرض في دول بيميزوا حاجة مثلا مش هلاقيها هنا تمام في الاخر ان انا كده كده هعرف ايه افصلهم عن بعض بس دي الوهلة الاولى المجرد ان انا بشوف اشوف كده ممكن يحصل مستيك ممكن اقول اتصرع وما اعملش اجزامينيشن كويس وقمجها ايه لأي واحد اي واحدة من دول لان اي واحدة من دول بيظهر فيها برضو علشان كده بيقول الديفرينشيل دياجنوزوس افرينجورم انكلودز تمام الحاجات دي طيب مهمة اوي مهمة اوي عشان ما ننساش احنا قلنا مهمة اوي ايه الراوند بولد باتش في السكالب كفرد بايه بفاين جريش وايت سكيلز طيب اللي بعده بلاك دوت بلاك دوت رينجورم يعني ايه بلاك دوت نبص كده هنلاقي ان احنا شايفين جدور الشعر جدور الشعر موجود هنا كده تمام يعني الشعراية مش وقعة من البصيلة بجدره لا ده هي مكسورة هي مكسورة من على من على وش الاسكالب ازاي هذه البصيلة تمام الشعراية قد طلع كده فبدأت تتقصف تتقصف من على وش الاسكالب بيتعمله كده اجا بص عليها من فوق اشوف ان الشعر مكسر كده ان الشعر عامل نقط سودة دي اكتر حاجة بتميزها هيرز بريك اوف اتزا سيرفس اوف زا سكالب ليدنج تو بلاك دوت أبيرنز ممكن يحصل سكيلنج ممكن يبقى فيه قشوره كده تمام اهم حاجة ايه اللي بيميز البلاك دوت رينج وورد من اسمها هيرز بريك اوف زا سيرفس اوف زا سكالب ليدنج تو بلاك دوت ايه بلاك دوت أبيرنز طيب بعد كده بصو دول مميزين عن بعض اهو يعني هنا لو اخبالي فعلا فيه نقط سودة اه على السكالب كده يعني لكن هنا لأ تمام هنا بيميزها برضو الاشرة اشرة بيدا كتير لكن هنا بيقولك ممكن تبقى موجودة ممكن لا اصلا طيب ايه ده ده اول مرة بصو له كده هقول ان ده ايه شبه الابسس قوي صح وهو ده فعلا اللي بيحصل ان الواحد لما بيبستله ممكن الدكتور يميستيك مع الابسس ميستيك نوزس مع الابسس طيب ايه اول فرق بينه بينه بين الابسس علشان خاطر نفهمه على طول قبل ما نقرأ الكلام ده ايه الفرق بينه بين الابسس ان دوت مش بين فل ان ده مش ايه مش painful بالعكس ده هو painless swelling on the scalp with loose hair تمام تمام with ايه with loose with loose hair يعني الشعر اللي انا شايفه ده ان هو ايه ممكن بيتشد بسهولة جدا ما نسفد ما نمسك الشعرية تقع تقع في ايدك تمام تمام بيقول سواني هنرجع للنقطة دي بعدين نكمل هنا it's differentiated from the an abscess by absence بسبب غياب البين and general symptoms تمام طيب ايه اللي بيفرقها عن الابسس ان ما فيش بين وكذلك ال general symptoms يعني مثلا لو الابسس هيعلي درجة حرارة الجسم يعمل fever ما تبقاش موجودة تمام يعمل headache anorexia malays الكلام ده ما تبقاش موجودة تمام تمام طيب ايه كمان بيقول ان هو ما فيوش بس تمام طيب ما انت هتعرف منين انه ما فيوش بس هفتحه اخر حاجه تكرر تفتحها في حياتك ان انت هتفتحه تمام ليه الكيريون ده never والدكتور اكد عليها كذا مرة never 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 لحد من هنا لبعدة بكرة صبح تمام never be incised never be incised تمام مهمة اوي 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 ان انا اميزه عن الابسس تمام اهم جزئية فيه انه بوجي طاري شوية painless تمام فيه loose hair تمام اه و ايه كمان مفهوش بس مهمة اوي بردو مفهوش بس will never be incised كيريون should never be incised تمام طيب اه ناقص حاجه بقى بيقولك ان انا بعد الكيريون ده ما يحاول يعمل resolution ويبدأ يخف البصيلات ذات نفسها البصيلات ذات نفسها بيحصل لها fibrosis البصيلات ذات نفسها بيحصل لها ايه؟ ما بتبقاش ايه نفعة تاني اهو بتبقاش خلاص بتبقاش خلاص نفعة تاني او بتطلع شعر تاني فبنبص كده مش هنلاقي شعر هنلاقي الحتة دي قرعة ومش هتطلع حاجة تاني فبتعمل حاجة اسمها الثعلبة المتحجرة سيكاتريشيالالوبيشيا 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 تمام؟ تمام يعني بتبدأ تسيب اثر بتعلم عليك بتعلم عليك ازاي ان البصيلة ذات نفسها بيحصل لها فيبروزس وتموت بتفضل الحتة دي حتة قرعة ما بيطلع لها الشعر اسمها ايه؟ سعلبة متحجرة سيكاتريشيالالوبيشيا تمام؟ تمام نكمل الفيفوس وبعد كده نرجع عليهم بسرعة طيب الفيفوس تمام يعني الباقيين كنا بنقول ان هما بيحصل لهم بيحصل لهم ان هما بيدسابير يعني أثناء البيوبرتي لكن الفيفوس لا ممكن يكمل معاه أثناء البيوبرتي تمام أبيرز أدزا سكالب أد ايه بقى أهم كلمة أهم كلمة كلمة دي سكاتشولة يعني ايه سكاتشولة دي تاني أهم حاجة أهم حاجة ان انت تعرف ان بيميز الفيفوس سكاتشولة تاني أهم حاجة تعرف يعني ايه سكاتشولة يلو كابشيب دي كراستس وفمويسي اودر تمام يلو كابشيب دي كراستس وفمويسي اودر كراست عاملة ازاي كراست بتبقى يلو عاملة كده القشرة ذات نفسها بتبقى عاملة كده بتبقى قابشيب وبتبقى يلون هيلو مستفرة وايه وليها مويسي قدر ريحة مش كويسة تمام كده فبتتجمع جميع بعضها هحاولة بينها لكم عصورة يعني بصوا دي دي قشرة دي مثلا لو تاخدوا بالكوا انها عاملة كده عاملة كده اهي تمام وهكذا بقى بقى القشور بتبقى كده قابشيب كده تمام ما ننساش ايه اهم حاجة في الفيفوس اللي سكاتيولا ايه تاني اهم حاجة في الفيفوس اللي الوصف بتاع اللي سكاتيولا يلو قابشيب ده كراستس اوف مويسي اوتر فورمد الرويند اللوز هير ممكن هي كمان تسيب سايكاتريشيا الايه قالو بيشيا في الحالات المهمة العاوية تمام يبقى انا هنا قلت ايه قلت ان الساب تايبس بتاع التنيا كابيتس ممكن تكون سكيلي رينجو هورم ودي اكتر حاجة بتميزها القشرة في انجريش وايت سكيلز وبتبقى راوند بولد باتش راوند بولد باتش اه تاني حاجة البلاك دوت رينجو هورم دي اه الشعر بيتكسر من على السيرفس بتاع اللي سكالب فببان بلاك دوت ابيرانس تمام طيب بعد كده الكيريون 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 بتبقى شبه الابسس ولكن لازم ومهم جدا ان احنا مميزوا عن الابسس انه هو بينفول انه هو بينلس بينلس غير الابسس اللي هو ايه بينفول تمام تمام اه ودي كمام وما فيهوش بس دي اهم حاجة فيهم طب بعد كده الفيفوس الفيفوس اه ممكن يكمل معاك في تاني حاجة اه ايه اكتر حاجة بتميزها اسكاتيولا ايه تاني اهم حاجة بتميزها ايه هي مواصفات الاسكاتيولا دي يلو كاب شاب دي كراس اف مويسي اودر تمام وفيه وزهير طيب بعد كده التانية سيرسيناتا ليه اسمها سيرسيناتا على حسب الليجين لانها مدورة مدورة بالضبط ومدان مدورة بتظهر مدورة كده دايرة بتنسميها ايه تانية سيرسيناتا دي على حسب شكل الليجين لكن على حسب هو فين زي ما انا قلت مثلا تانية كابيتس على حسب انها في الاسكالب هنا اقول تانية كوربورز لان هي بتظهر فين في الترانك تمام تمام وخصوصا نان هيري ايه نان هيري سكن طيب يقول كرا نيكالي بيبقى فيه ايتشي بالمناسبة ببنسبة كلمة ايتشي ان اي فطر بيعمل ايتشنج تمام اي فطر بيعمل ايتشنج تمام يعني مش حاجه غريب ان يبقى فيه فانجاي انفكشن واقول فانجال ان فيه ايتشي لا اليتشي دا حاجه عادية تمام بالنسبة لفانجاي يعني كلينك الهلاقي ايتشي سينجل او مالتيبول سيرسينات ليجينز تمام ويز شاربلي مارجيناتد ريسد ايتش اكتف بوردر كافرد ويز منت بابيولز فيزيكلز باستيولز ويز سينترال هيلنج وصلنا الاهم حتة هنا بيقول ايه هنا بيقول ان فيه هيلنج في النص سينترال هيلنج تمام ولكن مين الاكتف اللي شغال اكتف البوردر بصو اكتف قوي اكتف قوي قوي تمام فيه ايه كمان فيه بابيولز باستيولز على على البوردر تمام تمام ممكن يبقى واضح كده متدور بالزبط كده او ممكن كونفلونت يعني متموج يعني ما ياخدش التدورة بالزبط مثلا يعمل كده ما علينا التفاصيل قوي يعني المهم ان احنا نركز هنا في اهم حاجة ان هي ممكن تقول سينجل او مالتبول بس اهم حاجة اهم حاجة فيه سينترال فيه سينترال فيه سينترال هيلنج تمام فيه سينترال هيلنج لكن فيه اكتف 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 بوردر كفرد بايه بمينة بابيولز فيزيكلز باستيولز باستيولز توجيزر وز سينترال هيلنج تمام تمام دفرنشال دياجنوزيس ممكن اغلط فيه في الدياجنوزيس بتاع ايه تانيا سرسيناتا تمام سرسينات امبتايجو بترييزز روزي انيولارت سوريوزيس ساكندري سيفلس تمام تمام تانيا سرسيناتا تمام ممكن برضو التانيا ممكن السرسينات امبتايجو انا اخدها بعد كده بترييزز روزي الحاجات دي برضو بتظهر في شكله قريب من الشكل ده فاجي اعمل كويس عشان معملش ايه مستياجنوز تمام تمام ان شاء الله طيب ايه اللي بعد كده تانيا تانيا كرورز اللي فوقات ايه تانيا سرسيناتا تمام دي تانيا ايه تانيا كرورز ايه تانيا كرورز تيجي في منطقة ايه الجروين تمام طيب ادي الرجلة ايه بتاع الصورة معلش بس هنوضح حاجة ادي الرجلة التانية بعد كده هطالح على البطل حلو طيب بيقول انها بتيجي ايه الفاكتور اللي بيجيبها ورم ان دو مويست ويزر بيقراطبة الاوبيسيتي برضو من الفاكتورز دي بيتس دي بيتس طبعا بيوقع المناعة الوبيسيتي الديابيتس بيوقع المناعة فبيخلي الفانجاي تتشطرها والفانجاي الكومنسال كمان تمام تمام هنا بقى بيقول ايه عم بص كده الكلينيكل بكيتشر هاشوف ايه. على بعضها كده. هي ايتشي دي احنا عارفنا. مهمة. تمام? بصوا امشوا حددوا عليها كده. دكتور اي لو انا جبت قلم محددت عليه. اهي. هعرف حددها. تبقى ايه? تمام? محمر. تمام? برضو الاتج بتاعها ايه? اكتف. تمام? وكورنج انزا ميديال اهو. في الجزء الميديال. انزا ميديال صايد افزا صايد انزا بوتكس. من ناحية الميديال لو كمل لورا كده. تمام? لو كمل لورا كده. من ناحية الميديال يكمل على بيكستند المين للبوتكس. تمام? نكمل. اه. يبقى ايه هنا اهم حاجة. ويل دي فاين. ارسمة اصباتش. ويز اكتف ريس د ايدش. تمام? بيحصل اهم اكتر حاجة بتميزها. انها في الميديال سايد بتاع الثوي. المكان بيميزها اوي. بعد كده. تنيا بيدس. سميتها كده. ليه? عشان بتيجي في الرجل. وخصوصا رجل اللاعيبة. أسلة فود. ناس الرياضيين وكده. ليه? مثلا نبص اللاعيب الكورة. لابس شراب ولابس الكوتشي طول الوقت وبيلعب كورة. تمام? بيعتش يشرب مياه. يلعب كورة. يعتش يشرب مياه. يلعب كورة. فبيبدأ يعرق كتير. يحصل الهايبرهايدروزيس. تمام? يبقى فيه مويست ويزر بيقراطب على جسمه ان الفطريات تنمو. وبيشرب مياه كتير. وهكذا فبيعرق كتير. تمام? طيب. اه اسمه ايه سوائن. فيزيكيولار. ممكن يبقى هيبر كيلاتوتك طيب. نخلصهم ومن الكمن استفيهم اصلا. ودي مهمة. الانتر ديجيتال طيب. لان هي بتيجي كتير و بتبقى مشهورة قوي. يعني ممكن نشوفها ما عند اي حد. تمام? ااو لو الناس مثلاً اللي بتتوضى كثير وما بتتنشفش مصيريشن، فشورينج، تشققات، سكيرينج، تأشير كمانلي افكت ذاكليفت between the fourth and the fifth tooth حتى الدكتور قال بلاش كلمة كليفت اخلوها وب بيقول حتى وانا بكتبها في الامتحان بتبقى سهلة كلمة وب افكت الوب between the fourth and the fifth tooth تمام؟ تمام؟ يبقى مين الكومونست؟ الانتر ديجيتال انتر ديجيتال بين السبعين الرابع والخامس تمام؟ تمام؟ بعد كده الفيزيكولر الفيزيكولر بتيجي لو رسمنا الرجل بكده مثلاً يعني بتيجي سدايبة on sides وفي الطوز وفي الطوز على جوانب الطوز and السول تمام؟ بطن الرجل وعلى جوانب الايه؟ وعلى جوانب الصوابع يعني طيب الهايبر كيراتوتك طيب من اسمه فيه كيراتين كتير يعني فيه ثيكنس تمام؟ كيراتين كتير فيه ثيكنس تمام؟ فيه تأشير سكيلي تمام؟ فيه سطول يبقى التأشير ده في الايه بقى؟ فسطول شغال فيه الصايد 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 بتاع الفيت والهيلز والكعب كمان تمام؟ ده بيظهر قوي مع مين؟ مع مثلاً الناس اللي بتمشي حافية كتير الناس اللي بتمشي حافية كتير يعني على الارض مش بكلم في الشقة مثلاً في الشقة يعني ما بتوصلش للدرجات دي لكن على الارض مثلاً وكده بيبدأ مثلاً الجلد الجسم عايز يتكيف فبيبدأ ينتج كيراتين كتير 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 فلما ينتج كتير وكده يحصل وتأشير بقى وهكذا اللي اسمها هايبر كيراتوتك ايه؟ هايبر كيراتوتك طيب يبقى انا عندي اول حاجة انتر ديجيتل طيب كومنست اشهر حاجة فيزيكيولر طيب وهايبر كيراتوتك طيب انبسيت هنا احنا استمنهم على حسب المكان كوربورز وكرورز وبيدز وبعد كده نقص التانية انجوينم ايه التانية انجوينم تحت الضفر بيبدأ يحصل كيراتوتك كتير انتاج كيراتين كتير وكده تمام؟ طيب وبالتالي لو اسمنا مثلا نصتين كده هنشوف ايه؟ هنشوف ايه؟ هنشوف ايه؟ هنشوف ايه؟ هنشوف ايه؟ النص الهلسي تمام؟ ولكن دوت النص الايه؟ مثلا يعني فيه كيراتوزيس تحت الدفر فمخل الدفر يفقد اللمعان او البريك بتاعه يعني وكمان لونه بيسفر كده بسبب الترتين اللي تحته تمام؟ تمام طيب بعد كده خلصنا الدرموفايت ندخل على مين؟ على اليستس اول مرة بتعمله اليستس اسمه ايه؟ بتريازيس بيرزي كالر كلمة بتريازيس يعني ايه؟ كلمة بتريازيس يعني شفته لما نجيب رغيف عيش وننشوف ظهره كده ونلاقي على ظهره ردة الردة اللي بتوعها دي تمام؟ او منظر رغيف العيش من ورا مثلا او ان فيه حبيبات ردة وكده ممكن تتفرج بسهولة اسمها بتريازيس التسهيل يعني تمام؟ فيرزي كالر لانها بتطلع بقصب اكتر من لون مش تطلع بلون واحد تمام؟ تانية فيرزي كالر ليها اسمه تاني التانية فيرزي كالر حل؟ عشان ما نتلغبطش بين هوت بين الدرماتوفايتس نعرف ان التانية فيرزي كالر تانية متعددة الالوان مع الفطر وحيد الخلية بيحاول يعوض ان هو وحيد الخلية تمام؟ بتريازيس فيرزي كالر أورجانيزم اتس كوزد باي مالاسيزيا فارفر مالاسيزيا فارفر مين اللي بيعمل بتريازيس فيرزي كالر مالاسيزيا فارفر طب ليه شكلين؟ شكل كومنسل في الجسم عادي يأما شكل في يستفورم يبدأ بقى ايه يعمل أمره؟ تمام؟ كامبوس إكزيست بوس ان يستفورم أور آز آ كومنسل تمام؟ بيبقى كومنسل لحد ماء هو دايمورفك تمام؟ يعني كده طيب وجه طيب وجه شرير طول ما انت محافظ على منعتك ومحافظ على نظافتك وجد الدنيا زي الفل هو هيفضل طيب معاك وجدع معاك ومش يعمل أي حاجة اول ما يحصل المناعة تقع بسبب اي حاجة يزهر حقيقته بقى تمام؟ ويطلع بقى الواجه الشرير بتاعه تمام؟ تمام؟ بيقول ان هو اوه طيب محددة 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 قوي شارب ليدي ماركيتد تمام؟ شارب ليدي ماركيتد كفرد وز فاين برايني سكيلز الفاين برايني سكيلز زي هي؟ لها معنى كلمة بترييزز بترييزز يعني اشور زي الرده فاين برايني سكيلز يعني مش كتعة قشرة كده وقشرة كده لا ده قشرة عامل زي الرده كده تمام؟ كأني جبت ضهر الرغيف عيش وفرقته ماشي؟ تمام؟ large confluent areas and scattered batches are usually seen بتبقى يعني batches كبيرة هي بصوا large وبموجة كده يعني مثلا مش زي السرسناتة كانت مدورة لا دي مموجة كده confluent بصوا دي ممكن تكون مدورة بصوا بصوا وشارب ليدي ماركيتد يعني هو اعرف امشي عليها بالقلم كويس قوي تمام؟ طيب بتريازس اهم حاجة not infectious مش معضية مالهاش علاقة بال poor hygiene مالهاش علاقة بال poor hygiene not cured by washing مش همنعها بالخسيل يبقى هي مش معضية مالهاش علاقة يعني مش سببها الاساسي ال poor hygiene مش حاجة مش هنجزم ان في بور hygiene يبقى فيه بتريازس بيرزي كالر طيب بتيجي فين؟ نص الفقين زي النص الفقيني اهو جوية مشروع رسام صغير ثواني معلشه ثواني معلشه بتيجي فين بقى نحددلي بتيجي في ال upper trunk ال upper trunk ال upper arms ثواني تمام من فوق كده كمان بتيجي فيه النك الفيس يبقى انا لغيت ايه؟ لغيت النص اللي تحت ده؟ بتيجي ال upper trunk ال upper arms تمام؟ بعد كده تاني مرض بيعمله احنا قلنا اول مرض بيعمله بتريازس فيرزي كالر تاني مرض بيعمله الكانديديازس او المونيليازس يسجل يسجل تمام؟ الكانديديازس او المونيليازس ايه الكانديديازس؟ الاول مين ال اورجانيزم كانديدة ايه كانت؟ ليها شكلين؟ هي 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 هات like تمام؟ هي ليها شكلين دايمورفك دايمورفك فانقس ايه كومنثل هي اصلا كومنثل في الماوس والغطوة والفاجينا ان ذا ميسيليال باسوجينك ان ذا ميسيليال باسوجينك فورن تمام يعني هي بتظهر بكم منثل وبصو جينيك حلو على حسب برضو على حسب ايه المهم ان احنا نعرف انها كنديدة ايه كنديدة قلبي كان الاسم مش غريب علينا دايمورفي كوم منثل وبصو جينيك طيب اللي بيخليها بقت بصو جينيك بعد ما كانت كوم منثل في الماوس والجط والفاجينة الاسباب دي الفاكتور دي البريد سبوزنج فاكتور زفور شفتين جتوزة بصو جينيك فورم اللي بيخليها من كوم منثل تبقى ايه بصو جينيك فريكشن ميستشر دراجز الرطوبة بقى والادوية اللي زي مثلا واحد عمال ياخد انتي بيوتكس عمال على بطول تمام فطبعا موضة النورمال فلورا جواه تمام سيتو توكسكس مثلا يعني على سبيل المثال امراض المرضى الكانسر ربنا يا رب يشفيهم اللهم امين ويعافيهم يا رب بياخدوا ادوية بتموت اجدحها خلية بتموت الخلية الحيزت نفسها مثلا مش هتوقع المناعة شوية ده بتفرتك المناعة وبعد ما بتفرتك المناعة بيبدأ بقى اي بكتيريا في الجسم او فطر او كان عايش كوم منثل يبدأ ايه بحسبها زهرت في الماوس تبقى اورال كانتدييزز زهرت على الجلد تبقى كوتينيز زهرت في الجنيتالية تبقى جنيتال طيب بناخد الاول اللي في الماوس لها شكلين اورال سراش وانجلار كيلاتايتس نخلص من الانجلار كيلاتايتس انجلار كيلاتس يعني هدي الشفايفة هي مثلا يعني تمام؟ هنا كده في في فيشورز في هنا تشققات في الانجل في الانجل بتاع الماوس تمام؟ هنا كده في فيشور تمام؟ في تشققات في بينفول وتبقى محمرة تمام؟ تمام؟ على كل جانب من جوانب الماوس ايه كمان؟ ممكن السبب اللي يسبب الانجلار كيلاتس نقص فيتامين او استفيلو كوكل نقص فيتامين زي فيتامين بي او ايرون ايرون ديفيشنسي بالمناسبة يعني تمام؟ تمام؟ هنا استفيلو كوكل ممكن اللي ستاف تسبب برضو الانجلار ايه كيلاتس يبقى مهمة جدا لما اشوفها ان انا ادور على هل في فيتامين ديفيشنسي هل في استفيلو كوكل انفكشن هل فيه كانديدا اا كانديدييزس او كانديدا ايه انفكشن طيب ايه كمان القرل سراش يفتح يفتح بعد ما بيفتح بقه كده ويطلع لسانه بشوف ايه بشوف 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 اسمه ايه بسم الله بشوف باتشز لونها وايد كريمي تحسوها كوامها تسقيل كريمي وايد باتشز تمام؟ ارفاوند انزا جم على اللسا والطنج على اللسان and inside the mouse تمام؟ 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 اورال يبقى نبقى فاكرين اورال سراش وانجولار كيلايتس تمام؟ تمام؟ بيرليك بيرليك لا اسمه ايه بيرليك طيب بعد كده بعد كده الكوتينيس كانديديس الكوتينيس من اسمها بتيجي في الجلد بس لها كذا شكل هل هي انتر ترايجو ولا انتر ديجيتال كانديدا البورونيكيا ولا نابكن الاول انتر ترايجو دي يعني ايه انتر ترايجو من اسمها انتر ترايجو يعني في السنايات بتاعت الجلد تمام؟ بتبقى ايه في السنايات بتاع الجلد تمام؟ فين السنايات بتاعت الجلد؟ اي حتة في الجسم فيها سنايات الجروينز الاكسلا تحت البريست تمام؟ ثواني كده نكمل ايه وكمان ايه انها ممكن تكون في الويبس السنايات بقى بتاع اللي بين الاصابع تمام؟ تمام؟ بيكون ايتشي دي مش غريبة على انها فنجاي تمام؟ مويس برضو مش غريبة اصلا بتحب اصلا البيئة دي تمام؟ تعمل red patches with will defined fringed border تمام؟ الدكتور اكد على كلمة fringed border will defined fringed border عشان هي مميزة الانتر ترايب تمام؟ and sub corneal postules اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة دي تاني اهم حاجة ايه اول اهم حاجة؟ ساتللايتس يعني ايه كلمة ساتللايتس الليجين 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 هيعمل ايه؟ الليجين اهو fringed border اهو تمام؟ ليه بقى محددتش الحاجات دي؟ هي دي بقى ساتللايتس بيبعتها الليجين قدامه تستكشف له توضيح تمام؟ نحاول ايه؟ نبسطها يعني بتبدأ تمشي كده تستكشف المكان بمعنى ان لو الجسم اداها رد فعل وحش تقول الليجين بس وقف ما تكملش الجسم تمام وقدرت هي على الجسم يقوم جاي الليجين ايه؟ مكمل تمام؟ عشان كده سموها ساتللايتس تمام؟ الليها ايه بتبص كده بتدورله لو الدنيا امان تقول له تعالى مش امان خلق بتأمن له الدنيا يعني تمام؟ الساتللايتس دي بتبقى عبارة عن ايه؟ papulo-pastules papulo-pastules may be seen outside the lesion اسمها ايه؟ ساتللايتس. بتبقى outside اول اهم حاجة انها اوتسايد زاليجن في ساتيلايت تاني اهم حاجة اهم حاجة تاني حاجة انتر ديجيال كانت ديجيال كانت ديجيال كانت ديجيال حاجة لما بتترسم مش بتتنسي بس ما بتترسم رأس معيدل بقى 1 2 3 4 ماشي بتيجي بقى فين هي ادي الميدل وادي الرنج هنا كده تمام طيب يقول كامن لي يعني عادة ومشهورة جدا انها بتيجي في الجزئية دي بين الرنج والميدل فنورس طيب بعد كده الكنديدال بارونيكيا بارونيكيا مالها مينلي انهاوس وايفس مينلي انهاوس وايفس دي مميزة تمام النيل فولد بيبقى محمر فين النيل فولد متسقل ستفى جدا يا جماعة معلش نكمل كلاما اه فين النيل فولد اهو مثلا ده الدفر ده الدفر ده الدفر ده الدفر النيل فولد فين ادي الدفر معلين النيل فولد فين اللي بيبقى حوالين الدفر ماشي اللي هو النيل السكن ده اللي حوالين مين اللي حوالين الدفر ماله بقى هو ده بقى ماله رد وتندر وسولن رد وتندر وسولن وبيحصل للدفر ذات نفسه ان البليد ديسكولاريشن ديسكولاريشن تمام تمام دي ما بيبقاش فيها هايبر كيراتوزيس الدكتور ال ال هنا هايبر كيراتوزيس تمام الدكتور ال هنا ايه نو النو هايبر كيراتوزيس ماشي دي مهمة دي مهمة والدكتور ايه قالها يعني قالها مرتين كانديدال بارونيكيا انتوونيكيا نو هايبر كيراتوزيس ما فيهاش تمام طيب اه هي بتيجي ناحية الدفر وكل حاجة بس في الفولد في الفولد والدفر ذات نفسه بيحصل له ديسكلاريشن من غير كيراتوزيس لكن احنا كنا خدنا فوق ان ان الدفر صفر وبقى بريتل وولاسترلس وكده اه ليه عشان حصل كيراتوزيس تحت الدفر وصفر بقى وكده لكن هنا لأ هو ديسكلاريشن لكن مفيش هايبر كيراتوزيس طمام طيب ايه تاني النبكن ديرماطايتس ان انفونس من اسمها نبكن يعني حفاضة تمام ديرماطايتس ان انفونس بتيجي للاطفال تمام التاب جلد بسبب ايه الحفاضات في الاطفال زي اه بيقول اهم حاجة مميزة اهم حاجة مميزة للنبكن ديرماطايتس اه الدبس اوفي لكتشورز تمام السانيات دي السانيات اللي احنا شايفينها دي الدبس بتاعها العمق بتاعها على قد كده يعني كلها ايه افكتد دي الساني هو افكتد الدبس افكتد الدبس بتيعته افكتد زي دبيفato نبيزها عن ين؟ بيميزها عن الكميزها عن كنتاكت للدرماطايتس ليه بقى عشان خاطر الكنتكت درموتايتس الديبس او في الفلكشور ما حصل لاش حاجة تمام تمام هذه الفلكشور مثلا والديبس سليمة هو ما حصل لاش حاجة تمام تمام نكمل نقول بقى الجينة وال packet تحتاج دいきا والبالايتس والفالو اللободوي من اسم هي طيرا failure مرتبطة البورو الان بنان الصغاز someday المريضة تشتكي من المريضة عادة تشتكي من المريضة عادة تجيلي حامل تبقى حامل تشتكي انه في في بس تشتكي 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 وممكن يحصل لونه يتغير للون الجرين تمام جرين كالر تمام قال بسبب مين بسبب السودومونس ماشي مهمة لانه هو قالها مرتين تشتكي تشتكي جرين كالر تمام يبقى اين بقى حرفينها بردو ان ممكن الونيكومايكوزيس اللون يضغير يبقى لون ايه يبقى لون مخدر شوية الظفر يقدر بسبب السودومونس تمام ناقص ايه ثاني الدكتور كان مأكد عليه ومأكد ناقلناهropri لا كده الحمد لله قولناهم كلهم تمام اه جزئية بقى ايه اللي بعده اعمل دياجنوز زي اعمل دياجنوز زي اعمل سكرابينج اعمل سكرابينج تمام اللي هو مثلا زي حك كده احك الجلد تمام اه وانا بحكه كده او بهرشه او بعمله يعني سكرابينج ماشي اه اللي بيحصل مثلا من على الليجن يعني يقع حاجات من الليجن فطر مثلا ويقع معاه كيراتين بتاع الجلد تمام طيب انا لما اجي احطه تحت الميكروسكوب الكيراتين هيداريلي على الليجن على الارجانزم اللي مسبب الليجن ومش اعطى يقوم جاي مزودة عشرين في المية كي او اتش يقوم جاي عامل ايه يقوم جاي مسياحلي او مدوبلي الكيراتين ده هيبقى عندي مين الهايفي تمام تمام ابص عليها بقى تحت الميكروسكوب يبقى ايه اول حاجة هوتو دياجنوز مايكروسكوبي باللسم ان انا اعمل سكرابينج وكده واضيف عشرين في المية كي او اتش عشان اشوف الهايفي تحت الميكروسكوب تاني حاجة كالتشور ان انا ممكن اخد الحاجة دي وازرعها كالتشور على سابروتز اجار ميديام تمام سابروتز اجار ميديام ا اه اه سابروتز اجار ميديام دي اصلا اه 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 سبستيفك ميديا الفنجوية يعني تمام ايه كمان الوودز لايت إجزاميناشن وودز لايت إجزاميناشن يبقى إيه تاني كده والدكتور يعني قال وودز لايت إجزاميناشن وقالها على طول ما قالش فيها تفاصيل بس يعني عشان بردو ادخله على جوجل وشوف السور ماشي مايكروسكوبي وكالتشر سابورودز أجورها وودز لايت إجزاميناشن مش مستهلة قوي نجي بقى الجزئية التريتمنت جزئية التريتمنت جزئية مهمة جدا 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 25 ألف جدا محدش يهمل فيها عشان خاطر معظم الأسئلة اللي الدكتور أصلا قالها وأكد عليها كد في جزئية التريتمنت ايه كد في جزئية التريتمنت نركز بقى كده إن شاء الله طيب دلوقتي أنا لما أجي عالج مريض الفنجل الانفكشن ده هعالجه زي بمراهم وأدوية سيستاميك ده بيساعد ده يئمة توبيكل من بره يئمة إيه يئمة سيستاميك من جوه مبدئيا كده أنا أول حاجة أخذتها إيه الدرماتوفايتس أول حاجة أعالجها برضو الدرماتوفايتس تمام يعني ألعا تمام هذا يعتبر أنها شبه كستل دي هنقول إن دي كلمة إيه ألعا ودي ودي ويت ويت فيلد فنقول إيه الألعا البيضاء يبقى أنتي درماتوفايتس الألعا البيضاء ويت كسل ويت كسل ويت كسل ويت فيلد وين وكسل لاني بينت ويت فيلد وين تمن وكسل لاني بينت تمام تمام الوايت فيلد ما ده صلصيلك أس تلاتة بنزوك ستة لانولاين اتناشر أو آيانو آيانو لاين مش عارفة لانولاين لانولاين وفازلين أبطو مية يعني انا بحط دول بنفس النسب دي وكمل الباقي فازلين تمام سلسلك 3 بنزوك 6 لانولاين 12 تمام مهم يبقى تكسل ويتكسل القلعال A البيضة تسكيمة يعني مش اكتر تمام طيب الانتي كانديدال بقى نستاتين 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 اسمه مش جديد علينا تمام نستاتين ويهي كمان جنتين الدول بنستخدمهم فين في الكنديدة تمام جنتاتين ونستاتين جنت جنتين 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 1% ونستاتين جنتين ونستاتين تمام طيب يبقى انتي درماتوفايدز ويت كاسل انتي كانديدال نستاتين وجنتين فيلوت 1% طب بعد كده انتي بترييزز فيرزي كالر مين اللي كانت عملتها فاكرين الماليسيزيا فارفر طيب الانتي البيترييزز فيرزي كالر دي قلنا انها متعددة الالوان فيرزي كالر صح فيرزي كالر تمام نركز اعالجها بعلاج متعدد ازاي هدي شامبو هدي سيليم سالفايد هدي سيو سالفايد تمام نركز قوي هي برضو تسكيمة كده مجرد تسكيمة ان انت بتقول انها فيرزي كالر متعددة الالوان لما اجدها العلاج هي برضو متعددة العلاج تمام هكتب التلت عناصر سيليم وزينك وسوديم تمام التلت عناصر بيعالجوا فيرزي كالر تمام تمام محتاجة حفظه بس شوية وان شاء الله هتثبت ناقص ايه ان انا قدي علاج قدي مثلا علاج كده يبقى برود سبكترم ينفع لإيه ينفع للدرماتوفايتس وليست انا هنا خدتهم واحدة واحدة خدت ايه خدت قلت الدرماتوفايتس لوحدها الكنديدا لوحدها البترياز فيرزي كالر لوحدة تمام بعد كده قمت جاي لماهم في علاج واحد عيلتين عيلة امي وعيلة علي عيلة امي امي دازول وعيلة علي 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 تسكيمة يبقى عيلة امي وعيلة علي عيلات لما كل ال Patriot كل اللي فوق ده تمام الدكتور اكد قوي على عيلة امي ده على الافراد بتاعتها الكيتو كونازول الماي كونازول والطاي komunazo الماي الدكتور اكد عليهم كيتو كونازول ماي كونازول طاي كونازول قال ان انا ممكن اقول مثلا انه مثلا اولفزا فروينج مثلا من عيلة ايميدازول ما عادة اكسبت كذا وحط لكم حاجة كمان فيها زول تمام يبقى نحفظهم كويس نحفظهم ايه نحفظهم كويس كيتو كونازول مي كونازول وطاي كونازول تمام الاليلة مينز الاليلة مينز الاليلة مينز تربينة فين ونفتي فين او صحيح والدكتور كمان قال ان ممكن نجيبها true or false ان هو مثلا نقول كذا من عيلة ايميدازول صح ولا غلط طب كذا من عيلة مش عارف هي صح ولا هكذا تمام فتبقوا عارفين ان هو ممكن تجيب ايه طريقة يعني انتو تحفظها كويس وخلاص طيب تاني انا عندي انتا ديرماتو فايتس انت ديرماتو فايتس الالعى البيضة انتا ديرماتو فايتس الالعى البيضة تمام تمام سلسلك ثلاثة بنزوج ستة اااا اااااا لانولاين تنشر والباقي فزلين تمام طيب اااااااااا اانتا كانديدل نستاتين وجنتين واحد في المائة بعد كده هو متعدد الألوان فأنا هتديله حاجات متعددة العناصر أو علاج متعدد العناصر سلينيام وزينك و سوديام سلينيام سالفايد 2.5 في المائة سلينيام سالفايد 2.5 في المائة سينك بايري سايون شامبو تمام و سوديام سالفايد 20 في المائة دكتور آلس الزينك بايري سايون اللي هو ايه ده ننسيت اسمه الشامبو النيزابيكس النيزابيكس بتاع القشرة اللي بيبيع في السيدة ليه لونه أحمر كده تقريبا أو الغطاية بتاع الشامبو لونه حمر ما علينا ما علينا بس هو قالها يعني على الماشي كده ماشي طيب ايه كمان قدي السيستامك تمام قدي السيستامك ازاي حاجات أورال بقى تاب أو كابسول و هكذا طيب أول حاجة جريزيوفالفين 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 بيبقى افكتف اجينست درماتوفايتس اونلي ودي الدكتور أكد عليها الدكتور أكد على الجزئية دي وأكد على كذا نقطة بعد كده هنعملهم بالهايلايت عشان تبقوا عارفينهم تمام قال إن السؤال هنا ممكن يجي داه ممكن اقوم جاي مثلاً جاي بدأ جاي بerdì اسم دوا هواو بيينفع في كذا و كذا و كذا معادة مثلاً داو مش هينفع معا他們 الدرماتوفايتس مثلاً أنا ممكن اقول لك ينفع في التانية كوراس اختيارات مثلاً تانية كبيتس سويني ، سويني عشان ندخئ الشرج GDP ممكن اقول مثلا كيدي لك في الاختيارات تانية كبيتس تانية كورورس تانية كوربورس تانية كوروكولر لأ طبعا التانية فيرسي كارر طبعا اليستس لكن هنا الجريزوفالفين بينفع مع الدرماتوفايتس اونلي تمام يبقى انا كده بستخدم ايه درماتوفايتس اونلي جريزوفالفين مع الدرماتوفايتس اونلي يبقى كده هستبعد من الفرسي كارر تمام effective against الدرماتوفايتس اونلي الدوز بقى الدكتورة قالت في جزئية الدوز دي انها هتسأل لنا كل دكتور هو الدكتور كده قال الدوس دي يعني هو مش ما شرحهاش لأ هو شرحه كل حاجة بس قالت لنا سألناها تاني في السيكشن وقالت لنا انها هيعملولنا يعني حساس مراجعة قبل الامتحان وهيأكدولنا على الجزئيات اللي نركز عليها والجزئيات اللي نكنسلها يعني وساعتها هنسأل على جزئية وساعتها هيقولولنا على جزئية الدوس دي هل هي مهمة ولا لا بس الأحوض ان احنا نعرفها ونحفظها تمام المهم الدوس 12.5 ميلي جرام بركيلو يعني أوزن العيل تمام هنعتبروا مثلا عيل مثلا 25 25 كيلو مثلا وإحنا بنقول لكل كيلو 25 ميلي جرام فنقوم جايين قالين 25 ميلي جرام في 25 كيلو هيبقى ب625 ميلي مثلا يعني مثلا اهو هو عن لا ده مش 25 ميلي جرام سوري 12 ميلي جرام كنت بسة في القلة وأنا باتكلم أنا أسفة أنا أسفة والله طيب احنا قلنا ان هو قد ايه 25 كيلو في 12 ونص ميلي تمام سويني في 12 ونص ميلي يبقى 312 ونص ميلي جرام بردي حلو يبقى أنا على حسب الكيلو كيلو 12 ونص ميلي تمام 12 ونص ميلي جرام بردي لما أنا أجي أقسم مثلا هنشوف القرص هو قد ايه مثلا نعتبر ان القرص 100 ميلي 100 ميلي جرام مثلا أنا مش عارفة هالقرص قد ايه تمام هنشوف القرص كام ميلي مثلا وقم جاء أسمة 312 ونص ميلي جرام كلهم اللي مفروض الجسم كلهم ياخدهم على الميلي جرامات بتاعة القرص عشان أشوف هياخد كام قرص تمام على الميلي جرامات بتاع القرص الواحد يبقى تلعوا عليه كام مثلا هنعتبر ان القرس فيه 100 ميلي جرام يبقى كده هياخد ايه 3 قرس وربح هنقول 3 قرس وخلاص تمام نقسمهم على مية يبقى 3 ايه 3 قرس ياخد 3 قرس في اليوم ماشي ما علينا برضو عشان تبقى عارفين هي بتتحسب ازاي اللي مفهمهاش يبقى يبقى وانا عايدها له تاني ايه بس عشان وقت الفيديو طول المهمهاش يبقى عارفين ان الكل كيلو المهمهاش يبقى عارفين ان الكل كيلو 12 ونص ميلي جرام تمام في اليوم وعلى حسب بعمل الحزب لمدة من 6 ال8 اسابيع يعني من حول شهر ونص الشهرين في اي نوع تانية ده في التانية كبيتس بس المدة بتبقى طويلة شوي في التانية كبيتس المدة بتبقى ايه من شهر ونص الشهرين على النقيد ان في الكورورز والكورورز بتبقى يعني كبرها شهر من 15 يوم يعني من أسبوعين لأربع أسابيع تمام تمام تاني الجريسيوفالفين تاب effective against the dermatophytes only dermatophytes only نأكد تاني dermatophytes only تمام 12.5 ميلي جرام بر كيلو جرام تمام تمام ده في اليوم الكابيتس التانية كابيتس من 6 ل 8 أسابيع التانية كورورز وكربورز من 7 لأربع أسابيع حلو طيب الترايزول 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 انترا كونازول كابسول بقى انترا كونازول وفلوكونازول تمام انترا كونازول كابسول دوز 200 ميلي جرام كل يوم كل يوم 200 ميلي فور 7 تيام تمام ان بتريزز فيرزي كالر اور تانية كورورز او كربورز ايه ده يعني انا كده دخلت اللي اتنين في بقى صح يعني انا كده عليكت حاجة من اليست وحاجة من الدرماتوفايت صح ايوة صح يبقى انا طيب بعد كده بص الأول على الفلوكونازول الفلوكونازول بندي كابسولة واحدة 150 ميلي جرام في الأسبوع انا هنا كنت بدي كابسولة كل يوم لمدة 7 تيام لكن انا هنا هدي كابسولة واحدة في الأسبوع لمدة 3-4 أسبوع تمام في التانية كورورز وكربورز وكابسولتين كل أسبوع كابسولتين في الأسبوع يعني معدل أربع كابسولات تمام في البترياز لكن هنا كان معدل قد ايه لما انا ادي وان كاب لمدة 3-4 أسبوع برضو معدد أربع كابسول بس الفرق ان انا بخدهم ازاي انا هنا خدت اتنين اتنين في الأسبوع على أسبوعين لكن هنا انا خدت كل أسبوع واحدة تمام تمام نحاول على الهاتف ما نقدر ما نقدر نحفظ الكلام ده عايزين حد يسكمهم لنا يا جماعة أنا ماليش في التسكين ركز تاني كده معلش انتراكونازول كابسول بتنفع مع مين التانية كوروروس وكربوروس والبترياز وبيترياز فيرزي كالر تمام ده الانترا كونازول الديون كلهم زي بعض يبقى كلهم بيتعاملوا زي بعض مع مين مع الانترا كونازول بيقول انا ما عنديش حد احسن من حد كلكم كل الامراض دي هتتعالج زي بعضها لمدة سبعة ايام كل يوم 200 ملي حل طيب لكن الفلو كونازول الفلو بيميز شوية بيقول انتو تانية خليكم لوحدكم انتو تابعة درماتوفايتز هعالجكم على مدة على أربع أسابيع وكل يوم كل أسبوع هديكم كابسولة واحدة في الأسبوع كابسولة لمدة أربع أسابيع لكن البترييز سفيرزي كالور هنعالجها ازاي أرثين في الأسبوع الواحد تمام اسمها كابسولتين في الأسبوع الواحد لمدة أسبوعين كفية كده احنا طويلنا فيها قوي بس تحاولوا تحفظوها يا كتر التكرار هيحفظها لنا طيب قليلا ماينز قليلا ماينز التربينة فين التربينة فين تربينة فين دوز 250 ميلي جرام كل يوم لمدة أسبوعين يعني يعتبر 14 هاخدوا 14 لو يعني اعتبرنا ان الكابسولة ان التابلت 250 ميلي جرام يبقى نخط 14 مرة ما علينا ما علينا بلاش 14 دي خالص لمدة أسبوعين 250 ميلي جرام كل يوم لمدة أسبوعين في التانية كرورس و كربورس كده كده احنا عارفين ان الكرورس و كربورس بيتعاملوا زي بعد المهمة بقى نوت 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 افكتف في البيتريسو بيتريسو فالبان انا هنا في الترايا زولز قلت اه في الترايا زولز قلت ان الانتراخونازول و الفلو كنازول بيعلقوا التانية كرورس و الكربورس و كمان البيتريسو فالبان لكن التربينافين الضعو يشتغل مع ال choosingayer يبقى يعني عندي الجريس و فالفين بيشتغل مع مع الدرمتوفايتس تمام الضعو لا ملاحق مع ال kissingayer يعني بممكن يشتغل مع مع الكاندييز تمام ممكن يشتغل يعني انا هنا مش بلغي اليست كلها انا بلغي البتريزيز فيرزي كالور بس تمام ممكن يشتغل مع الكانديديزيز حل يبقى انا كده كرورز وكربورز شغال معانا التانية يعني شغال مع التانية شغال مع الكانديديزيز طمام الجزئية دي الدكتور قال في ايه قالت هسأل مثلا التربينا فيه اقول ينفع يعالج كذا وكذا وكذا اوى المستخدم التربينا في هام في الحالات الفلانية معادا الحالة تمام انا حجل انا اقول ايه ينفع مع المثمات مع الانية كرورز وانية كربورز ينفع مع الكانديديزيز بيتريزي شغال ايه اللي غلط والمغير ماينفعش مع المثمات مع انا اثفة لو طولت بس حاولت ما نسيبش حاجة نقول كل حاجة نقول كل حاجات اللي الدكتور قالها جزئية التريتمن انت عايزة تسكيم شوية الناس اللي بتعرف تسكيم تعمل لنا احلى تسكيمة وتنزلها لنا هتساعدنا كلنا والله ربنا ينفعنا ببعض يا رب وأتمنى أكون وصلتلكم ولو بالقدر البسيط من المحاضرة دي شكرا